يتعظم الاهتمام الدولي بمنطقة الساحل في الأوينة الأخيرة ولعل ما يترجم هذا الاهتمام هو تبادل التهم بين القوى الفاعلة دوليا حول مسألة التواجد الأجنبي في المنطقة كما حدث بالأمس بين باريس وموسكو وما يواشر عن هذا التطور دخول الصين على الخط حيث أعلن مبعوثها بلوم المتحدة دايبينغ أن بلاده ستدعم دول الساحل الخمسة بالمال والعتاد لتمكينها من الدفاع عن نفسها ضد اعتداءات المجموعات الإرهابية دور الصين مهم جدا في المنطقة وهو دور اقتصادي الصين باستراتيجيتها بما يسمى بالسوفت باور فإنها هي البديل عن الحليف القديم التقليدي المتمثل في فرنسا قرار الصين التي دعت لدعم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام من أسما في مالي بعد عودة الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل يأتي في وقت يعرف الدعم الأوروبي صعوبات في التمويل تتلخص في شكوى الجانب الفرنسي من تحمله لوحده جهد الحرب ضد الجماعات الإرهابية دون الأوروبيين من خلال قوات بارخان في الساحل لدرجة التهديد بصحب قواتها قبل أن تتراجع إذا كانت هذه التدخلات أحادية الجانب وارتجالية فكثيرا ما تأتي عواقبها وخيمة على المتدخل وحتى على دول الساحل ما هو أكيد رغم اختلاف أسباب التواجد بين هذا وذاك يبقى الساحل رهينا لقوى المتصارعة على المصالح قد تحوله إلى بؤرة عراق لمصالح خارجية سواء كانت اقتصادية أو جيو سياسية